بتسير الشركة الوطنية مصر للطيران النهاردة سبع رحلات جوية للمدينة المنورة بتنقل من خلالها 1640 حاج من حجاج قرعة المنوفية وبعثات الداخلية وحجاج الترانزيت ده بالإضافة لبعثات العمل وده في إطار الجسر الجوي اللي بدأته الشركة الوطنية مصر للطيران للمملكة العربية السعودية الأربع اللي فات لنقل حجاج بيت الله الحرام وسخرت الشركة كل إمكانياتها لتوفير كافة التسيرات اللازمة لضيوف الرحمن داخل المطارات المصرية بالإضافة للتنسيق مع إقليم مصر للطيران بالسعودية لاستقبال الحجاج المصريين لمراجعة الإجراءات والاستعدادات هناك ومن المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاج للأراضي المقدسة